موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحة وشركة ابل اعلنت عن اجهزة منها الماكبوك ميني منها الماكبوك اير ومنها الايباد برو نسختين نسختين نسخة الهداعش ونسخة الاثناعش بوينت تسعة احنا الي همنا اكثر شي هو الايباد معما انه الماك اجهزة الماك انا اشوفه ممتازه للمونتاج لكن راح نتحدث عن جهاز الايباد هذا الجهاز الجاني بمواصفات جدا ممتازه لديه كثير من الاشخاص اللي يحب هذه الاجهزة هذا الجهاز جاني بشاشة مقاصة 11 او شاشة مقاصة 13 تقدر تقول بمعالج اي 12 زي تنفس اللي استخدم بالايفون اكس اس بذاكرة داخل 128 وتستمر حتى ال 1 تيرا ممكن اكو 256 و 512 كذلك هذا الجهاز اكيد اضافت للشركة ذاكرة عشوية 4 قيقة لان ما اتحدثت عنها بشكل رسمي هذا الجهاز اجاني منفذ USB Type-C ودعم للماوس كذلك دعم للكيبورد ممكن ان تضيف كثير من الاكسسوارات التابعة للحاسب لهذا الجهاز هذا الجهاز يحتوي على خمس مايكروفونات محيطية ممكن ان نسجل الصوت بهذا الجهاز حتى تقدر تمنتج كثير من الفيديوهات وكثير من الاعمال ليش لانه المعالج قوي والاداء ما للجهاز جدا سريع تنقدر يقول النظام ما لشركة Apple سريع ما راح تشوف به تعليق قوي فممكن ان نسوي كثير من الفيديوهات او المونتاج داخل هذا الجهاز كذلك الفيديو ممكن يتمنتجه حتى دقة 4K وهذا الشيء جدا ممتاز هذا الجهاز يمتلك سبعة ميجابيكسل كاميرا امامية ما اعرف شركة ابو اللهيش خلتها كذلك الكاميرات الخلفية رجاني بكاميرات تشبه كاميرات الايفون 11 شكل الايفون 11 راح تكون الكاميرات ب 10 ميجابيكسل و 12 ميجابيكسل ويصور حتى دقة 4K فجدا ممتاز انه جهاز يجمع ما بين اللي هي التليفون والايباد او الحاسوب الشخصي كذلك هذا الجهاز يمتلك بطارية تقول الشركة يصمد الى حد 10 ساعات استعمال مكثف وتدعم الشحن السريع بقدرة ال 18 واط ما اعرف شركة ابو اللهيش ما خلت الى 27 الى 40 واط شي اكيد راح تتعذر بشغلة انه بعدي ما ناضجه لكن المطلوب من عدها انه تقدمنا الشحن السريع لان اكيدها بطاريته تعبر ال 5000 مليا امبير اقل تقدير ليش انه 10 ساعات عمل مو قليل اذا استعملت استعمال قوي لان هذا الجهاز راح اكيد راح تستعمل به الاعمال القوية ممكن دراسة ممكن اعمال اعمالك اليومية فشي اكيد هذا يستهلك طاقة عندك وشاشة راح تكون هنا رتنة جدا قوية وشاشة تكون بالوان ممتازة كذلك هذا الجهاز يحتوي على تقنيات الفيس اي دي ممكن يتعرف على وجهك ويفتح الجهاز ببساطة نفس ما موجود باجهزة ايفون هذا الجهاز راح يتوفر ان شاء الله بالايام القادمة وممكن الكثير راح تجيبوني ليش لانهم اجهزة الايباد الها شعبية او رغبية عدنا خاصة بالعراق الكثير يرغب انه يقتني هاي الاجهزة راح يكون اسعاره ما بين 800 دولار و 1000 دولار 800 دولار لنسخة الهدعش وال 1000 دولار راح يكون لنسخة الـ 12 بوين 9 تقدر يقول نسخة الـ 13 هذا الجهاز ممكن يتوفر بالايام القادمة الجهاز تقدر تلعب بيه لعب تسوي بيه اعمال تدرس بيه ترسم بيه تقدر تكمل كثير من الاعمال على هذا الجهاز ينطيك اداء متميز انا اتوقع هذا الجهاز اللي اقتنيه راح يستفاد من عنده الكثير اذا هو شغله او عمله يطلب هج اجهزه ابناء هذه الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم مرتضى جليحاوي وفي امان الله